موسيقى 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 في اتكايت في الأكل في التعامل في كل حاجة الاتكايت دائماً بيكون في الكلام لو احنا بنتكلم مع أشخاص أن ننقي كلامنا أن يكون كلامنا في زوق واحترام ما نبرزش مثلاً حاجات ممكن تكون هم عندهم تشوك منها الاتكايت دا ممكن بيبان في طريقة نحنا مثلاً لما بنتعامل مع غيرنا لما في اعتقد انه هو في التعامل في الحياة العامة يبقى عبر عن الرقئ في التعامل الزؤون المتبادل طريقت الكلام تبقى حلوة وفي نفس الوقت لو قاعد في مكان يتعامل مع الناس الأهم حاجة في الاتكايت الاتكايت فى التعامل أصلاً ما بين الناس الاتكايت فى ان انا أعمل البنت الولد أنه يعمل البنت بإيتيكات أن الصغير أزي يعمل الكبير بإيتيكات في كل حاجة في حاجات مثلاً بيبقى بتبان ممكن حاجات بسيطة تلاقيين لك من اللي أنت بتكلميه أو تتعاملي معاه أنه هو عنده إيتيكات لازم كلنا يبقى عندنا حياتة الاحترام كلنا لبعضينا عشان طبعاً نقدر تبقى لقيشة ما بيننا سواء في الشارع أو سواء في المدرسة أو سواء في الجامعة أو سواء في كلية أو سواء في جميع أشغال الحياة بما فيهم كل حاجة أنا كنت قاريت كتاب زمان أن أخلاق الرسول والتربية الإسلامية كانت مبنية على فن الإتيكي وثلاث تربع الكتب المفروض أن هي المترجمة واخد من أخلاقيات الرسول في التعامل مثلاً في الأكل نكون عندنا نظام شوية بشكل كده يليق يعني بالإطار العام أنا كواحدة عادية أكل بإتيكيت بطريقة عادية بس بطريقة زريفة مهندمة قدام الناس مرتبط مثلاً بالأكل يعني فيه طرق معينة مثلاً لأكل حاجات معينة ده يعتبر من الإتيكيات بتاكل المنجة بإتيكيت شعب المنجة زي بتاكل بإتيكيت أنا مش عارب وفيه حاجات كتير بتاكل يعني بتقول إنه بتاكل بإتيكيت حاجات نفعش بتاكل بإتيكيت أصلاً ما هو الإتيكيت داخل في كل حياتنا أسلوب حياتنا اشتركوا في القناة